النقطة الثانية وللأسف الشديد في الوقت اللي احنا هنعمل فيه مقارنا ما بين صفقات الاهل اللي لعبت لحد دلوقتي في الموسم الجديد وصفقات الزمالك اللي لعبت لحد دلوقتي في الموسم الجديد حتى بعد ماتش السوبر الاخير هتلاقي ايه هتلاقي ان الناس تتكلم على ان برونو سافيو ده مثلا يعني اعم ما عملش حاجة في الماتش ده اعم ما هو جاب الجون ده ما عندهش فكرة رغم ان برونو سافيو عمل ماتش على مستوى التكتيكي مميز جدا رغم ان برونو سافيو بشكل مهاري جيد جدا وبزكاء اكثر من رائع ادرس ان يحرز الهدف بعد غلطة زكريا الوردي صفقة نادي الزمالك الجديدة انا جاي لك اوف الكلام رغم ان برونو سافيو قدم مباراة لحد ما طلع بشكل اكثر من رائع وقدم بوادر ايجابية في بداياته رغم لسه قلة الانسجام والتناغم ما بينه وبين الفرق وبين زميله في الفريق لكن مع ذلك تلاقي لسه لحد دلوقتي البعض من الاعلاميين بيتكلموا على ان برونو سافيو ده لعيب تعبان وبيتكلموا على تقييم صفقات الاهل لكن تعال بص بقى وقارن من ناحية تانية حتى رغم الاداء الكاريسي الكاريسي اللي قدمه زكريا الوردي لحد دلوقتي في نادي الزمالك اداء كاريسي ما قدمه لحد دلوقتي الراجل الناس كانت معتقدة هناك ان هو جاي مش هيخد انذارات الراجل احسن من طريق حامد جاه كل ماتش بعد الشوت الاول بيخرج عشان ياخد انذار ففريرا بيقامن نفسه حد تتكلم عن زكريا الوردي ما حدش تتكلم عن زكريا الوردي لا بالكلمة لعبرونو سافيو طيب عمر جابر لعيب دولي وكمل الاحترام ليه يعني لعيب منتخب مصر لكن هل عمر جابر قدم مستويات جيدة دلوقتي مع نادي الزمالك لحد دلوقتي وهو يعتبر مش لعيب كمان جديد دلعيب من زمان جدا قديم وزمالكوي معروف واحد كان ليه تاريخ مع نادي الزمالك هل حد تتكلم على مستويات عمر جابر الكارسية حتى الان مع نادي زلك ربما على فكرة سنائية بعد كده يبقى كويس مع نادي زمالك وارد يعني هي دي كورة ممكن بدأ ما تبقاش موفق بس بعد كده تكسر الدنيا لكن لحد دلوقتي لحد دلوقتي الاتنين مقدمين مستويات لما تيجي تقارنها بشدي حسين مسا وبرونو سافيو اللي لعبوا من صفقات الاهل التلاتة لا طبعا شادي حسين وبرونو سافيو مقدمين مؤشرات ايجابية للغاية وبالطمئ جمهوري الاهل لكن للأسف التناول من البعض ما فيهوش اي نوع من انواع الحيادية التركيز كله ناحية النادي الاهل فدي برضو جزئية من جزئيات اللي لفتت نظرنا من ساعة ما خلص ماتش السوبر اللي الاهل تفوق فيه على نادي الزمالك فبالتالي مستغرب شوية من الحت دي اشتركوا في القناة